في مسلسل شبه يومي بات الحديث عن إلقاء القبض على تجار ومتعاطي مخدرات في العراق بديهياً أمام ما يكشف من عمليات مستمرة في محاربة انتشار آفة أغرقت العراق بفعل آفة الفساد والتهريب عبر الحدود والحديث على لسان مؤسسات مدنية وحقوقية ومنظمات دولية في أيلول الماضي ضبط أكثر من 1350 متهماً في عموم البلاد كاركوك واحدة من محافظات البلاد التي تعاني واقع انتشار الآفة الأشد خطراً على مستقبل الجيل العراقي 11 ألف متعاط ومتاجر ومروج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي يؤكد خبراء استمرار وقوع الشباب في شرك المخدرات لطالما استمرت عمليات التهريب وعصابات المخدرات أحد الشباب المتعافين من الإدمان روى للتغيير تجربته في العلاج ضمن مركز تأهيل في كاركوك أفتتح في الآوينة الأخيرة في المحافظة لمواجهة خطر الآفة والحد منها أريد من كل واحد أي شخص استخدم هذا المادة يجي هنا يتعالج هذا مضرة صراحة هذا تخسر عائلتك تخسر جهالك تخسر كل اللي تحبه فأنصح أنصح كل شخص اللي يستخدم هذا المادة أو مواجه يجي هناك يتعالج في العراق تسود ثقافة تهميش مراكز العلاج من الإدمان لمخاوف تثيرها أنفس مريضة تغذيها بحسب المختصين عصابات تجارة المخدرات خطوة يشجع على أن تكون بوابة لافتتاح مراكز عدة لعلاج الإدمان سيما أن النشطاء وضعوا اللوم على الحكومات المحلية والمتعاقبة بالتقصير في مواجهة الآفة بعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم في ظل ما يتم الحديث عنه حول وجود أكثر من 15 ألف متهم بقضايا مخدرات خلال عام 2021 في المقابل لا زالت المخدرات تنتشر بأساليب وأسماء ومنتجات جديدة فمن الكريستال إلى صفر واحد إلى مجهول قد يدخل في أي لحظة إذا لم تستجب الجهات المعنية لصرخات المتعاطين أو ذويهم اشتركوا في القناة